صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 5 لسنة 2019 بعادة تسمية اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية وقرار رقم 6 لسنة 2019 بعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية واجاء في المادة الأولى من القرار رقم 5 أنه تعاد تسمية اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية الواردة في القرار رقم 18 لسنة 2012 لتصبح اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية واجاء في المادة الأولى من القرار رقم 6 أنه يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية برئاسة وزيرة الصحة وعضوية كل من الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة ممثل عن الخدمات الطبية بقوة دفاع البحرين ممثل عن مستشفى الملك حمد الجامعي ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثل عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثل عن وزارة التربية والتعليم ممثل عن وزارة شؤون الإعلام ممثل عن المجلس الأعلى للبيئة ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثل عن مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب ممثل عن وزارة شؤون الشباب ورياضة ممثل عن جمعية السكر البحرينية ممثل عن جمعية مكافحة التدخين ممثل عن جمعية مكافحة السرطان وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أخرى ممثلة